بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا فيكم في الجلسة 142 لمجلس الوزراء وحييكم اليوم من محافظة أريحة بوابتنا الشرقية التي تشترك مع بوابتنا الجنوبية في رفح في الانفتاح والتواصل والتبادل التجاري مع العالم فهي سلط خضارنا ومخزون مياهنا وثرواتنا المعدنية وهي الأرض التي جعلت من فلسطين أم البدايات وأم النهايات وعلى نقش صخورها نرى سحر الحضارة ونشم عبق التاريخ الذي تضرب جذوره إلى عشرة آلاف عام قبل الميلاد وتنهض معالمه في مساحات واسعة من هذه الأرض سواء ما كان منها فوق سطح البحر أو تحته ونحن اليوم على أعمق نقطة تحت سطح البحر ففي مياه نهرها المبارك تعمد السيد المسيح عليه السلام ما يجعل منها قبلة الحجاج المسيحيين للتبرك بمياهها ومقصد الاستمتاع بدفء طقصها في فصل الشتاء والتمتع بجمال مناظرها ومعالمها التاريخية الممتدة في عمق مياه نهرها بالمغطص وصخورها في قصر هشام وجبل كرونطل وغيرها من المعالم التي تحفظ تاريخها أحييكم من أرض النخيل وبيارات الليمون والموز والبرتقال وهنا استخدم الإنسان المحراث أول مرة في التاريخ ليزرع الأرض حاضنت أولى الزراعات أرض التنوع الزراعي والحيواني والخصب في طربتها ومحاصيلها التي يحاول الاحتلاء الاستيلاء والسيطر عليها وحرماننا مما تجود به أرضها وما تختزنه في باطنها من الثروات التي حباه الله بها لقد قدمنا لهذه المحافظة خلال العامين الماضيين مشاريع تنموية خلال إنعقاد جلسة مجلسة وزراء في فصائل في العام الأول للحكومة ونحن على استعداد الآن لنقدم المزيد من الدعم للمزارعين في هذه المحافظة ومربي الثروة الحيوانية لتمكينهم من تطوير عملهم وحماية أرضهم ومزارعهم والبقاء في مساكنهم لقد طرأت زيادة في مساحة الأراضي المروية بالمحافظة وتم زراعات جديدة مثمرة كما تم شك وتأهيل طرق زراعية واستصلاح وتأهيل أراضي زراعية أخرى وخلق فرص عمل دائمة حيث بلغ عدد المستفيدين من تلك المشاريع حوالي ثلاث آلاف مزارع ومزارع كما تم دعم مربي الثروة الحيوانية في التجمعات البدوية في المحافظة والأغوار وتوزيع وحدات لتصنيع الألبان عليهم وبذار علفي إضافة إلى المئات من المستلزمات الزراعية قبل أيام عشنا لحظات صعبة قضى خلالها ثمانية من أبنائنا من قرية عقربة بحادث سير مفجع على طريق فصيل في هذه المحافظة نترحم على الشهداء لقمة العيش ونتمنى الشفاء للجرحة وللأسف صباح اليوم التحق طفل آخر بالشهداء أتقدم من عائلته وجميع العائلات الثكلة بالتعزية وسوف نعمل مع الطرف الآخر على إصلاح الطريق الذي تسبب بالحادث لمنع الحوادث مرة أخرى نتابع مع جميع الجهات والمنظمات الحقوقية والدولية الحالة الصحية الصعبة للأسير ناصر أبو حميد الذي يعاني من مرض السرطان ونطالب تلك المنظمات بالضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عنه ونحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته ندين عرقل السلطات الاحتلال لأعمال الترميم والصيانة في المسجد الأقصى المبارك ومحاولتها بسط سيطرتها على المسجد من خلال انتزاع صلاحيات الأوقاف الإسلامية التي ترعى شؤونه والسماح لغلات المتطرفين باكتحام ساحاته وانتهاك حرمته كما نحذر من محاولات إسرائيل تنفيذ خمس مخططات استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة لتشمل بناء أكثر من 3000 وحدة استيطانية جديدة وهو ما يستدعي تدخلا دوليا لوقفه وسنظل متمسكين بدولتنا الفلسطينية ولن نكف عن استمرار مطالبتنا بحقنا في إقامة وتجسيد هذه الدولة رغم كل محاولات التقويض الإسرائيلية لهذا الحل يشهد العالم ارتفاعا كبيرا في أعداد المصابين بالمتحور الجديد أوميكرون وحتى لا نتأثر بهذا الارتفاع أدعوكم للتقيد بتدابير الوقاية وتوخي الابتعاد عن التجمعات والحرص على غسل الأيدي وارتداء الكمامات والإقبال على تلقي اللقاحات حماية لكم ولعائلاتكم ومجتمعكم من مخاطر المتحور الجديد سريع الانتشار يناقش مجلس الوزراء اليوم قضايا تحص محافظة أريحة وأشكر معالي أخي المحافظ على الاستقبال والاستضافة وذلك ضمن برنامج زيارة المحافظات الذي سينتهي بزيارة محافظة طوباص ويناقش المجلس مشاريع وقضايا متعلقة بالبنية التحتية وخاصة بناء مدارس وطرق وقضية تسوية الأراضي وتقارير حول الأوضاع الأمنية والمالية والصحية والسياسية وشكرا اشتركوا في القناة